اهلا بكم من جديد تنفذ مدرية سياحة معان عددا من المشاريع السياحية المتنوعة في مناطق عدة من المحافظة بهدف تطوير المنتج والخدمة السياحية حقب تاريخية تعاقبت هنا في المعسكر الروماني في اضرح اولها العنباط واخرها سكن ابو البرلمانيين حمد بن جازي جزء من الموقع تحت الصيانة والترميم الان كواحد من حزمة مشاريع سياحية لوزارة السياحة والاثار تهدف الى ترميم البيت وانشاء مركز زوار اضرح السياحي بتكلفة بلغت قرابة 240 الف دينار بحمد الله تم انجاز ما يقارب حوالي 65% من بنود العطاء والمدي المقرر انتهاء العطاء فيها هي 15-2-2019 لكن ان شاء الله مع الجهود المتنامية ان شاء الله رح باذن الله نخلص قبل نهاية السنة قبل نهاية 12 لسنة 2018 باذن الله المشاريع تسير بالتوازي ففي معان ايضا العمل جار هنا بهدف ترميم قلعة معانا العثمانية تلك التي تعددت استخداماتها تاريخيا منذ ان انشئت قبل 500 عام لينتهي بها الحال الى متحف تاريخي وتراثي سيرى النور قريبا تأتي اهمية المشاريع الثلاث بانها ستعزز من قيمة محافظة معانا في قطاع السياحي وهذه المشاريع الثلاث ستكون رافعة نوعية في تنمية مجتمع محلي مما يعزز من ادراج معانا وما حولها على الخارطة السياحية اخر المشاريع في الشوبك فالطريق الى القلعة لمن يعرفه ستنتهي خطورته نسبيا بعد ان تنتهي توسعتها وتطويرها المتوقع بدء اعمالها خلال الشهر المقبل ثلاثة مشاريع وسبعمائة الف دينار خصصت لها من موازنة محافظة معان لهذا العام بهدف خلق مسار سياحي محلي يبدأ من معان وينتهي بالعجوبة البطرة حمد دويرج المملكة معان يضم علينا الدكتور ياسين صلاح مدير سياحة معان اهلا ومرحبا بك معنا دكتور ياسين هذا العمل على هذه المشاريع السياحية كخطة لإدراج معان على المسار السياحي وعلى الخارطة السياحية في الاردن اهبية هذه المشاريع بالنسبة لمعان بشكل عام وما الذي سيتحقق للمواطن في معان اسعد مساكن الكريم وجمعة مباركة للجميع هذه المشاريع كما علمت وشهدت ستعمل على خلق واقع جديد تساهم في إدراج معان وما حولها على الخارطة السياحية المشاريع عندما وضعت كانت مدروسة بدقة وعناية وتلمست احتياجات المجتمع المحلي فجاءت هذه المشاريع لتلبط طموح وكانت هذه المشاريع بفضل الله تسير بنجاح من حيث إدراجها على مشاريع اللامركزية والمتابعة الحثيثة لنا لكي تكون نموذج لمنتج سياحي جديد سيجعل من محافظة معان مقصد سياحي متميز نحن نعلم التحديات كثيرة نعلم التحديات كبيرة ومعان المدينة لا زالت بحاجة إلى منتج سياحي جديد كيف تتلمس عندما تحدثت دكتور ياسين بأن هذه المشاريع تلمست احتياجات المجتمع المحلي كيف من الممكن أن تنعكس هذه المشاريع على المجتمع المحلي وفي أيضا تصريحاتك على تنمية المجتمع المحلي وتطوير أيضا المنتج السياحي في المحافظة سيد الفاضل تعلم أن محافظة معان هي الأكثر فقرا وبطالة ومعان تمتلك البتراء العجوبة هذه العجوبة الفريدة على مستوى العالم ولدينا في معان متحف متكامل من مواقع أثرية مخلابة ذات تاريخ عريق موجودة بمعان المدينة وأضرح والشوبك هذه المشاريع ستعمل على خلق واقع جديد هذا الواقع دكتور ياسين لكي تكون مفهوم السياحة من المفهوم التقليدي إلى صناعة السياحة ستعمل على جذب الأيدي العاملة لتينخلط في العمل السياحي لدينا الآن في مدينة معان مركز تدريب الحرف اليدوية والسوق التراثي هذا المشروع جاء بمبادرة ملكية غالية يستهدف استقطاب أصحاب الحرف اليدوية سيكون لدينا منتج حرفي يوثق الهوية الوطنية ويعزز من الانتاجية المحلية بمفهوم سياحي جديد في ظل وجود هذه المشاريع الثلاث سيعمل على خلق واقع جديد بما ينسزم مع استراتيجية السياحة من حيث إطالة مدة إقامة السائح وإيجاد مصارات سياحية جديدة معان كما يعلم الجميع لديها مواقع عديدة وهي أكبر مساحة على مستوى المملكة لدينا قلعة معان العثمانية وبركة الحمام الرومانية وموقع أضروح الأثري وجبل التحكيم وقلعة الشوبك وموقع بسط الأثري جميعها تشكل منتج سياحي فريد جديد سيساهم في إثراء تجربة الزيارة وهذا العمل سيعنعكس بالأثر الإيجابي على أبناء المجتمع المحلي من حيث فتح أسواق جديدة لمنتج جديد وتأهيل الشباب ليعملوا بالقطاع السياحي من أدلة سياحيين من منتج سياحي جديد من مرافق من خدمات سيثن العملية السياحية في محافظة معان هذا سيكون موجه لأبناء محافظة معان بشكل محدد سيكون موجه الاستفادة من هذه المشاريع ومن التطوير السياحي سيكون موجه لأبناء المحافظة فقط طيب في هذا الإطار أتحدث عن ميزانية عام 2018 دكتور ياسين المشاريع القادمة الاستراتيجية القادمة لمدرية سياحة معان ما هي وكيف يمكن النهوض أكثر وبشكل أكبر بالواقع السياحي في محافظة معان أخي العزيز لدينا معزز سياحي قوي وجود معان ضمن المثلث الذهبي ليست الغاية الرئيسية ليست الغاية الرئيسية فقط أبناء المجتمع المحلي بل تسليط الضوء على منطقة معان هذه المدينة وهذه المحافظة التي تعد ذات المساحة الكبيرة ستعمل على جذب السياحة وجعل المعان نموذج نموذج لصناعة سياحة بمفهوم عصري حديث لدينا أنواع عديدة من أنماط السياحة الثقافية والاستجمامية والعلاجية والثقافية والمعرفية والثقافة التحدي والمعرفة ليست تعنى فقط بأبناء المجتمع المحلي بل هي للأردن كاملة وستساهم في جذب مزيد من السياح للتعرف على المخزون الفريد للأردن فيما يخص الموازنة سيكون لدينا بموازنة 2019 استكمال لهذه المشاريع وسيكون لدينا مشروع موقع بسطة بسطة الأثري نحن نسير بوتيرة منتظمة لكي تسير بالتوازي والتوازن هناك مشاريع سيتم استكمالها في 2019 وهي تأهيل قلعة معان وتحويل المتحف التاريخي التراثي ومركز زوار أضرح السياحي وقلعة الشوبك وموقع بسطة هذه المشاريع ستكمل مسيرتها في العام القادم إن شاء الله نعم شكرا لك دكتور ياسين صلاح مدير سياحة معانك كنت معنا شكرا جزيلا لك